أعمل الناس كبير فيك يا مولانا الوالي وإحنا بندعي أن ربنا يحمل بلاد ويحافظ عليها مولانا الطالب انضم إلينا في شأن مهم من أيها السري أخشى أن يكون هناك ما هو أهم المدين باوراك متأسف جداً أيها السادة وأعيدكم إن شاء الله بالنظر في كل ما تحدثنا عنه ما الخبر؟ قد بلغوا أبارا موسى وأنت هنا يا سيدي تقضي في شؤون الإمارة لما هذه العجلة؟ أتعتقد بأن الخليفة المأمونة يطلب رأسي؟ لا تقول الأخبار إنه أمرهم بعزلك والنظر بأمرك لكني لست مطمئناً لما تلفقونه لك فلقد أرسل البالي أكثر أبنائه تهوراً أتساندني أيها السري إذا مشر على عباس وابنه بالظلم والبغي؟ سأساند الحق وما يصلني من أوامر أمير المؤمنين فأنا جندي من جنود الخلافة حسناً أيها السوريين عيونهم تكادوا تصلوا إلى الفستات حلو المشهد ده طيب زي ما كنت بقول إنه الحقيقة المسلسل الفريق العمل كله فريق حلو يعني فريق قوي ووضح إنه هو كل واحد فيهم مش بقى قاري دوره المسألة أبعد من كده يعني أنا أراهن إنه وليد فواز على سبيل مثال زي ما شفناه في المشهد هنا مفترض إنه هو بيقوم بدور المطالب ابن عبد الله الخزاعي وده كان ولي مصر مرتين يعني وليا وعزلة وعادة وحاجات زي كده وكان جزء من أطراف صراع ما بين الأمين والمأمون في وقت العصر العباسي الأول لكن ده معناه إنه أو لنا أشوفه من الأداء الممثلين مش أروا أدوارهم وخلاص هم أروا التاريخ كويس أظن ذلك معنا على التليفون الفنان الرائع وليد فواز إزاك يا وليد؟ إزاك يا ريس إزاك يا شهد يوسف عامل إيه أستاذ وليد ولا أستاذ ولا حاجة أنا مليش في الألقاب وما ظنش فرق السن الكبير يعني أربع خمس ست سنين كده أولي حاجة والتميز وأنا ممكن أعود أحكي لك أدوار بعينها أحكي لك المشهد بالتفصيل لأن أنا فعلا معجب بك إلى أبعد الحدود إلى أبعد الحدود يعني فعايز أرجع هنا على رسالة الإمامة بالتحديد أنا قلت على ما يبدو أنه وليد فواز بالتأكيد مش أرى دوره وأتقنه وخلاص وليد أرى المرحلة والحقبة التاريخية دي كويس وأرى عن المطالب ابن عبد الله الخزاعي ده كويس صحيح الكلام ده ولا أنا إيه؟ لا صحيح يا سيد يوسف طبعا يعني أنت بتقول يعني طبعا كل حاجة مصبوطة لا لا العفو وبضيف على ده كمان أنه يعني صباح العمل إحنا في النهاية إحنا كممثلين إحنا بترس جوه الألة الكبيرة اللي هو البروشيكت لكن طبعا أنا عايز أقول برضو أن فيه ناس ليهم فضل برضو كبير جدا مثل الصورة تطلع بالشكل ده بالرسالة المهمة اللي إحنا عايزين لأقدامها إنه هي طبعا مستويات عدة لللغة إحنا عندنا فيه ثلاث مستويات لللغجة فيه اللغة العربية الفصحة وفيه لأهلة الأهل مصر اللي هو الأقباط بتوع زمان ولكن طبعا شكل يتعصر فكرة اللي يكون فيه مؤثر عنده البراعة والقدر هو يتكلم باللغة الكبتية المعقدة فإحنا حطينا فكرة أنه يكون اللغة العامية كلغة أهل مصر طبعا فيه معنا دراسات كبيرة جدا جدا من علماء من الأذر الشريف الحلقات بتمر بفلات كبيرة جدا عشان تطلع في النهاية الكونتنت محترم ويحترم من المترقي وما يدقاش فيه أي فرصة لحد أنه يتلاعب بعقل المتفرد ده كلام محترم جدا طب أنا عايز هنا هسأل معاك على الأيتي أنت عارف لما الفنان بيقوم بأدوار في مراحل تاريخية بعيدة ساعات كتير يقع في فخ خصوصا لما تبقى التمثيل أحيانا باللغة العربية الفصحة أو يتطلب بعض الجمل الفخ ده بيبقى ما نطلق عليه بالعامية فخ الأفوار أنه الفنان يتحول إلى ممثل على خشبة المصرح سنة 1930 صح؟ الحقيقة من الواضح أن أنت موقعتش في هذا الفخ لا أنت بالمناسبة ولا حد من المجموعة الرائعة اللي في هذا المسلسل بتقدروا تتخطوا ده إزاي وليد خصوصا أنه الجيل بتاعنا كل فرجته على مسلسلات قريبة من الأداء ده الأداء الدرامي بلغة عربية فصحة ألفاز جزلة أداء عربية أداء فصحة أداء قح بالضبط كده هو طبعا يوسف أنا باعتبر نفسي أنا وزميلة معزوزين نحن اشتغلنا مع الأستاذ اللي يتحجه وده رجل يعني بيشتغل كده بلغة المهنة بتاعتنا بالتكنيك السينمائي رجل السينمائي فعلا هو كان زي ما تقول إيه زي المدير الفني كده اللي فريق كورة هو فريق كورة استعانوا بأفضل عناصر حقيقي يعني مش أنا الوحدي لأ كل زميلة بلا استثناء كلهم على أعلى أعلى مستوى وكلهم يعني عندهم خبرة عالية جدا ولكن الأستاذ اللي كان يعني لا أختي عليك سرا يعني كان مثلا إيه أحيانا ممكن هستعير من كلامك كده أنا شخصيا ممكن إيه ياخدني الجرس الموسيخ لللغة فتلاقيني مثلا إيه مش هأبور بس راح تسكت إيه إنه الكلام عجبني فبعد ربيده فيه بتربيدة كده إيه شعرية شوية فكان الأستاذ اللي يعني كان هو اللي يقولينا لأ خلي بالك يعني كان لك أنت رايح كده حتة مش مش مزبوطة حتة مش ماشية مع السياق بتاع المشهد فهو بصراحة ليه فضل مكبير جدا كده بالإضافة إنه الأجواء العامة التنفس اللي بين التنفس الشريف جني وبين زميلي يخلنا كلنا بتحاول نوصل إلى أفضل صورة ممكنة صورة التمثيلية يعني فالحمد الله يعني إنساء الله وتابع كمان أنت والمشاهدين أتلاه حاجات أحلى وأحلى وأحلى لا أنا متأكد إن إحنا هللاقي حاجات أحلى من كده يعني مساس العمال بيطلع بينا لقدامه كل مرة بيبقى أجمل فعلا من الحلقات الأولى أنا بشكرك جدا 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 يا وليد ويهمني قوي ويشرفني إنك أنت اتنورنا مرة في البرنامج إذا وقتك سمح كل الشكر لك وكل سنة وانت طيب فنانة ونجمنا وليد فواز في دور المطالب ابن عبد الله الخزاعي واليا على مصر في فترة خلافة الخليفة المأمون في العصر العباسي الأول يمكن ده جزء من المرحلة التاريخية اللي بيمر بيها المسلسل مسلسل رسالة الإمام أنصحكم بدل المرة ألف اتفرجوا على رسالة الإمام وعجبني قوي إنه إحنا مش بس بنقدم في رسالة الإمام الرأي الفقه المعتمد والتأصيل التاريخي